الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير السراد المنير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الآن أسألكم سؤالا من هو المفلس فينا؟ المفلس الفلوس ما عندوش متاع ما عندوش دار لا يملك من أمره شيئا ما عندوش نقول هذا هو المفلس هذا المفلس فينا ما دارش تجارة ما دارش دار ما دارش عقوبة ما دارش تاويل الكلام الجزائري مفلس النبي مره النبي النبي محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه قال مره لصحابه في مجمع هكذا انتا خير قالوا من نبي أتدعون من المفلس؟ تعرفوا شكون هو المفلس؟ الصحابة جاوبوا بالإيجابة اللي جاوبتكم قبل أقالين قالوا المفلس فينا من لا درها ما له ولا متاع هذا هو المفلس ما عندوش متاع ما عندوش دار ما عندوش سيارة ما دارش تاويل على كلام الجزائرين هذا هو المفلس النبي عليه الصلاة والسلام كان يشوف أمره وحده آخر اللهم صلي وسلم وبارك عليه قالوا إن المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة هذا المفلس من جهة من جهة جاب معه صلاة كان يصليها وصيام كان يصومه وزكاة كان يخرجها هذا شيء من جهة واحدة أخرى ويأتي قد شتم هذا حسبوا معايا قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا مننا جاب الصلاة والصيام والزكاة ومننا اشتم هذا سب هذا ضرب هذا أسال دم هذا فعل هذا آه وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار قلكم هذا الحديث والله العلي العظيم غير قليل اليوم في أمة محمد لرهسالك أقسم لكم بالله غير قليل فينا اليوم كبير صغير راجل مرأة مصلي متاقيم غير شوف هذا الحديث هذا برك والله غير قليل يرهسالك وره ناجي بني الدين ربي وزيد حبيت نسألك السؤال ولا أنت أختي الكريمة نسألك السؤال تقبل تقبل تخدم 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 وبعد ما تديواله تتعب تبكر تعرق تعيا تفشل من جراء العمل وبعدين عند عند الجزاء ما تديواله إذن أنت كيفش نقول وانت مجنون نقول عليك مهبول تخدم بلا فايدة تخدم ما تديواله وجد كين حاجة وحدة أخرى تخدم وهذاك الشي هذاك الأجر يديوه الناس في مكانك يديوه هذاك الأجر كيفش قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامتي ها وجاب الصلاة وجاب الزكاة وجاب الصيام وارك عارف وش رأني نقول لك فاهمني جاب صلاة ما شاء الله وجاب صيام هك فاهمني وجاب زكاة وصداقات وكان يعمل الصالحات وكان يتطوع ويتنفل وكان يفعله الخير وان شاء الله الجهة لي منهيه وحدة وحدة يأتي وقد شتم هذا السب والشتم وبالمناسبة اليوم كينكونوا في الطريق احنا رجالة بلا ما نخرجون سانة ولا ابناتنا ولا ولادنا احنا رجال اليوم كينكونوا نشوف طريق نحشموا على وشرانا نسمعوا في شوارعنا رجال كبار شباب يتلفظون بالكلام الفاحش الباذي ما يحشموش ما عندهم مش الحياة في وجوههم ما كانش الحياة في قلوبهم لا يستحون تمشي في الرصيف طالع في الدروج راكب في حافلة داخل إلى مؤسسة تمر على قهوة الملاعب الملاعب حديث ولا حرج الكلام الفاحش والباذي الطياح الطياح ولا أمر عادي حتى نعرف ونسمعوا حتى بعض الآباء يقولوا الكلام الفاحش في بيوتهم لأبنائهم وبناتهم ونسائهم قلت الحياة والدين الكلام الفاحش الكلام الباذي يقولوا فيavait زينية يقولوا مطيحش الكلام أنا مخلطين مطيحش الكامك في الطريق مطيحش الكلام مørعاني الكلام ارني مع ابنتي حتى حتى برة ما نقدرش نخرجه اعطوا لي مكان نقدروا نمشوا فيه مع زوازنا ومع ابناتنا ونقعدوا فيه اعطونا مكان نذهب اليه الله المستعان وهو الهادي الى سواء السبيل ومن حقوق الطريق الطريق ماشي انتعك وما عندكش عليها عقد الطريق لك ولغيرك فاذا كنت جالسا في الطريق لازم تعطي حق الطريق وحريتك تنتهي عند بداية حرية الاخرين للأسف اكتوشكين بضع برة وما نسمعه في شوارعنا في مؤسستنا وتعدى الامر حتى الى بيوتنا الكلام الفاحش اما سبنا ربي وسبنا الدين ادع ليهم موضوع وحدة اخر ما نسمعه اليوم في مجتمعنا قال يأتي وقد شتم هذا شتموا سبوا وقاذف هذا القذف بهتان الزور واكل مال هذا ده الملتع هذا بغير حقين دهب التدراح دهب الكذب دهب التزوير دهب المعرفة دهب المحسوبية وساثك دم هذا اليوم الاقتيلة اعوذ بالله الاقتيلة اليوم انتشرة في المجتمع انتعنا امر فاضيع فاضيع جدا الارواح الارواح قال واحد اعجبني قال كل شي غالي كل شي غالي الا الارواح والدماء صار ترخيصة يرفض لوسيف احبي روح يعطيه يعطيه احبي يقتله يقتله فتنة وهذا وهذا علامة من علامات قروب الساعة وش هي ظهور الهرج شو الهرج كثرة القتل عبك يطيح روح كل ما جزيري يقولوا ها يقولوا يا قاتل الروح وانت روح ويوم القيامة المقتول كي يجي يقول للربي يقول له اسأل هذا يا ربي سل هذا لما قتلني وحنا المسلمين في بلاد الاسلام الدماء معصومة تعرف ايش معصومة محرمة بالاسلام الذي حابانا به والمسلم اللي يسلم الناس من لسانه ويسلم الناس من يده كيفاش تروح تسيل دم لا يحل لك ها واش دار هذا يقول لك فلان قتل فلان صارت ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وزيد انت مكش الحاكم مكش الحاكم باش تقتل النفوس الحاكم هو الذي يقيم الحد ويقيم القصاص وهو ليقتل هذاك الذي قتله اما انت فلا تفعل وإلا تعمون الفوضى ويقول لي قانون الغاب اللي يقدر على الاخر يقتلهم فسفك الدماء وضرب هذا واحد عجباته صحته وعنده شوية عضلات وعنده شوية طول وشوية قوة اللي يلقى في الطريق يصفعه ويضربه اعلاش خلتش عنده القوة يتجبر في الارض بقوته نروح عند ربي قال فيعطى هذا من حسناته هذو قعل اللي اتجاوز فيهم حدود الله اللي اجتمتهم وقذفتهم وكليت مالهم واسفكت دماؤهم وضربتهم هذو كامل ربي عز وجل لا يأخذ من حسناتك انت على الصيام وانت على الصلاة وانت على الزكاة يأخذ من حسناتك ويعطيهم له الفولان وفولان وفولان فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فانفانيت حسناته خلاصت حسناتك ومازالهم يطالبوك عند ربي قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم ربي نحي من خطاياهم ومن سيئاتهم ويعبيها على ظهرك لانك كنت ظالما متجاوزا لحدود الله فطورحت عليك هذه الخطايا عن الناس اللي ظلمتهم ودرت بيهم ثم طورح في النار في الجامع مرة قتلهم في درس هكذا قتلهم هذا اللي يجيب صالات وزكاة وحج وصيام وأنواع البر والخير والطاعة والمعروف ثم يديهم له الرجال قتلهم في الدرس قتلهم هذا يخدم مع الرجال هذا خدام الرجال وهذا اللي يدير هذا العمل تخدم عنسها تعمر 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 الخير ثم بعد ذلك انسيهم القيامة يديوا منها الأجر والخير انتحها والحسنات انتحها ألا نتقي الله قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له فلانا ما شاء الله تبارك الله في النهار رهي صايمة وفي الليل رهي قايمة لكنها يا رسول الله هذا المرة هذه تؤذي جيرانها بلسانها وتؤذي جيرانها بيدها وتؤذي جيرانها بأفعال أخرى قال النبي قال هي في النار فهل نفعها قيامها للليل وهل نفعها صيامها للنهار وره صيامها وره قيامها وقد كانت تؤذي جيرانها وبالمناسبة الجارة للجارة رحمة ولكن اليوم نشوف الجارة للجارة نقمة وكل جارة تخاف من جارتها وكل جارة تتعوذ من جارتها وكل جارة حبة تشري دار وتبيع الدار اللي رهي فيها تعرفوا علاش هاربة من جارتها ومن الشر انتع جارتها أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وعن معاصينا والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين